نظمت محافظات الغربية بتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز حيث تم استعراض كافة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظات الغربية نحن النهاردة حكينا حكاية وطن وقلنا للناس كنا فين لحد سنة 2014 وقلنا النهاردة أصبحنا فين سنة 23 إنجازات تحققت على الأرض الواقع الدولة المصرية دولة قوية احنا موقفنا موقف قوي من القضية الفلسطينية احنا كلنا بناشد كل المواطنين ان احنا نخرج وتبقى يعني عرص ديمقراطي كبير بيوم 10 و11 و12 في مصر لكلنا نقول نعم لقيادتنا ونعم لرئيسنا واحنا كلنا خلفه في هذه المرحلة الغاية في الأهمية لابد ان كل المواطنين يفتخروا بقصة هذا الوطن العظيم اللي بدأت من 2011 إلى الآن لازم نفتخر ونكون فخورين بحجم الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية رغم كافة التحديات اللي وجهتها منذ هذه الفترة الإرهاب والإجرام اللي شفناه من جماعات كانت تتاجر بالدين والإسلام الحقيقة لابد ان احنا شبابنا يكون على وعي كامل بكل هذه التحديات اللي وجهناها خلال هذه السنوات وحجم الإنجازات مش بس في التعليم ولا في الصحة في كل مجالات الحياة حكاية وطن في القاهرة كان مؤتمر ناجح جدا تناول كل أبعاد المواقف في مصر والتنمية اللي هي بتحصل في مصر نمرة واحد نمرة اتنين ان احنا الوعي ثم الوعي ثم الوعي يجب ان احنا الوعي بتاعنا للمشاكل اللي بتحصل الخارجية والمحيطة بينا والديدي بتأثر علينا ولازم بعد ورؤية القيادة السياسية لازم نوصلها للشباب واعتقم ده دورنا كتحالف